منتخب مصر النهاردة بيواصل تدريباته واستعداداته لامتلاق بطولة الأمم الإفريقية يوم 13 يناير إن شاء الله بكرة إن شاء الله محمد صلاح آخر نجوم منتخبنا الوطني ونجم ليفر بول الإنجليزي سينضم إلى التدريبات الجماعية للمنتخب استعدادا لمواجهة تنزانيا إن شاء الله مواجهة ودية هتقام يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة في تمام الساعة السادسة مساء الحمد لله كل الأمور جيدة كل الأمور على ما يرام سعداء جدا بحالة التركيز اللي شايفينها على لعبة منتخبنا من خلال الصور اللي بتيجي ومن خلال الفيديوهات اللي بنشوفها ولكن أعتقد إن شاء الله نحن عندنا المقدرة هذا المنتخب واحد من أفضل الأسماء والمنتخبات اللي موجودة في الكرة الإفريقية الآن عندنا أفضل لعيف في العالم محمد صلاح أنا بعتبر محمد صلاح أفضل لعيف في العالم وجهة نظري وحفضل أقولها وتمسك بيها كمان محمد صلاح أفضل لعيف في العالم عندك أفضل لعيف في العالم عندك مجموعة رائعة من الجيل الحالي الحقيقة اللي تقدر تفوز بهذه البطولة إن شاء الله ربنا يكرمنا بيها عندهم كل الإمكانيات الفنية والبدنية الرغبة في تحقيق هذه البطولة القرية محمد صلاح عندما سؤل أول حاجة على الرد إن هو حيغيب على الليفربول قال لهما أنا بحب بلدي وعايز أروح ألعب مع منتخب مصر وأفوز بهذه البطولة مش مجرد إن أنا روح ألعب مع منتخب مصر وأمشي فإن شاء الله ربنا يكرمنا واللعبة دي على فكرة فقدت النهائي وصلت للنهائي مرتين مرة أمام الكاميرون ومرة تانية أمام السنغال النسخة الأخيرة فإن شاء الله ربنا يكرمنا ويستطيع رجال منتخبنا الوطني إن هم يفرحونا ويعودوا بهذه البطولة من أرض كود ديفور أتمنى إن شاء الله إن منتخب مصر يستطيع أن يفوز بهذه البطولة وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير هنطلع نشوف تقرير نعرف فيه آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالم